فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لماذا ندرس كتب الفقه مع أن الأحاديث النبوية تغني عنها وقد نهان الأئمة عن الاشتغال بكلامهم عن السنة يا أخوان الفقه هو معنى السنة هو من معاني الأحاديث ما أخوذ من الأحاديث ما أخذ من الفلسفة ولا من قول علماء الكلام ولا من أفكار الناس ما أخوذ من الأحاديث لكن قد يقع فيه خطأ قد يقع فيه خطأ في الفقه أو في الفهم أو في الأقوال وأما في الجملة فمذهب المذاهب الأربعة هي من مذهب السلف ولله الحمد وهم تلاميذ السلف نعم